اشتركوا في القناة في قمة السعادة والتفاول وفعلا الدنيا مهما كان فيها من فتن متلاحقة وكبيرة وشايفينها مظلمة مفيش خير كتير الا ان الفيديو الاخير حسيت فعلا ان الابتلاقات اللي بتحصل دلوقتي او الاحداث القوية اللي بتحصل دي للطمحيص وان ربنا سبحانه وتعالى كاتب للامة وللعالم كله الخير ان شاء الله ولكن احيانا بضعفنا طبعا والصفة اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفنا بيها ان الانسان عجول او بيستعجل دايما الخير او الصبر عنده وليل شوية اللي اثبت لي الكلام ده كمية المشاركات للفيديو اللي فات بصراحة انا ما كنتش متخيلها وده يدل على ان الناس فعلا لسه فيها خير يعني الناس لما حاست ان فيه خطورة هتمس العالم كله بالطاقة السلبية وبالسحر وبالامور اللي ممكن تأذي ناس كتير بدأت ناس كتير تساعد يعني موضوع انك انت تكلف نفسك وتعمل شير للفيديو عشان ناس كتير تشوفو لان طبعا احنا قلنا باختصار جماعة ان احتمال يحصل حدث مثلا معين مرتبط باليوم ده لكن اللي يهمنا موضوع الطاقة السلبية وعدم الطاقة الايمانية اللي بتبقى موجودة اللي بيختلط بيها الاسحار واستدعاء الشيطان واستدعاء المسيح الدجال الامور اللي احنا تكلمنا فيها دي طبعا بتأثر وهنسبة دلوقتي بتأثر ازاي لكن انا بقول ان انا فعلا حسيت بتفاؤل كبير جدا علشان الناس بدأت تساعد بعض اول يومين الفيديو تخطى المئة الف في فضل الله سبحانه وتعالى في بداية حداشر حداشر يعني في خلال اربع تيام كتوصلت المشاهدات لفوق التلتمية الف وحوالي تسعة الاف لايك للفيديو ده بيقول باختصار ان الناس لسه خايفة على بعض لكن مين الناس اللي خايفة على بعض دي الناس دي اللي لسه قلوبها نقية وقلوبها نظيفة الناس اللي وثقة في ربنا سبحانه وتعالى وفي رحمته وعارفين يعني ايه مساعدة غيرك وبرضو الناس دي اللي مفيش في قلوبها لا حقد ولا غل ولا حسد ولا تكبر على حد ايا كان وللأسف طبعا في المقابل شفت بعض التعليقات العجيبة يعني اللي احنا يعني في غنى على الرد عنها وارقى من الرد عنها ولكن لازم نرد عليها في الفيديو ده بالذات لان احنا قلنا ان الفيديو ده هو اسبات للفيديو اللي فات وفي امور اقوى كمان من اللي قلناها في الفيديو اللي فات وهتفاجئ الجميع وزي ما قلنا لهم في فيديوهات قبل كده احنا بنشكركم على انكم بتهدونا حسناتكم او بتشيلوا الحمل علينا من بعض السيئات اللي هي كتير جدا عندنا ربنا صحونا تعالى هيغفر هلنا فاللي خلاني اعمل الفيديو فعلا لان في بعض التعليقات قالت ان كلامك غير مدعوم باسباتات وممكن يكون غير صحيح وطبعا انا معاهم في الشك ده يعني انت من حقك انك انت تطلب اسبات للكلام اللي انت بتسمعه وانا في الحلقة دي ان شاء الله هتكلم بمصادر يعني هحط لكم الفيديوهات للناس اللي بتتكلم صوت وصورة عن الامور اللي احنا قلناها عشان تبقى اسبات بالنسبة لكم واد من القناة ان شاء الله هيحط تعليق اول ما يوصل بس الفيديو ده ان شاء الله لأسباب خاصة بيا لالف لايك هيحط الفيديوهات كلها اللي بتتكلم عن الامور دي تدخلوا برضو تتابعوها غير اللي احنا هنشوفها مع بعض ان شاء الله في الفيديو وبالنسبة للروابط اللي هي الخاصة بالصفحات اللي بتتكلم على الامور دي مش هقدر طبعا احطها على الفيسبوك على اليوتيوب هنا لان ده ما منوعه هنحطها في منشور على الفيسبوك ان شاء الله هنا بقى دي الصفحة اللي انا اعتمدت عليها اعتماد كل المرة اللي فاتت في نشر المعلومات هنشوفها مع بعض وبرضو هنحط لكم زي ما قلت الرابط بتاعها في الفيسبوك للناس اللي عايزة تدخل تتأكد من صحة الكلام اللي انا قلت وهنشوفها مع بعض دلوقتي زي ما احنا شايفين اهو دي الرسالة بتقول اه للنشر على نطاق واسع المفتاح الفضي والانطلاق الفضي 11 11 2019 دي الرسالة اللي اسمها كبرى زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت ودي النص اللي انا قلته برضو بالزبط يعني مش عايزين نقوله تاني عشان خطر من ضيع شوات لقد حانى الوقت القيام بالافعال مرة اخرى اللي عايز يراجع هي قدامكم الصفحة انا بمشيها بالراحة وبنتكلم مع بعض والروابط موجودة ان شاء الله اه هنحطها في الصفحة عندنا على الفيس وهنا للنشر على نطاق واسع مشاركة المعلومات في جميع عن حق العالم ودي روابط بتأكد اه كلامهم ده الموضوع اللي احنا قلناه يمكننا الوصول الى الكتلة الحاسمة من 144 الف شخص يقومون بهذا التنشيط او التفعيل اه سيؤدي هذا الى انشاء سلسلة تفاعلاتها الى في مجال التقاق في جميع عن حق العالم 11 تشرين الثاني نوفمبر واليوم السنوي لبوابة 11 11 وهذا العام هو ايضا يوم عبور نادر لعطارد امام الشمس ده كل الكلام اللي احنا قلناه هم بقى يعني دمجين عندهم مواقع تانية اه لمتابعهم زي متشايفين طبعا الكلام كتير وانا حاولت اختصر المرة اللي فاتت عشان الفيديو ما يطولش من لنا هنا الفضة اللي بتكلموا عليها برضو بيحسوا الناس اللي تبعهم من هم يشتروا الفضة لأسباب طبعا كتيرة مذكورة اللي عايز برضو يدخل يقراها يقراها وانا مش بعمل هنا دعاية للموقع يعني اللي خلاص وثق في الكلام ده ياريت ما يدخلش المواقع دي خالص اللي عنده شك وطبعا الناس اللي عندها شك دي يعني انا بالنسبة لي مش مشكلة ان هم يدخلوا المواقع دي لانه هو سواء دخل الموقع او ما دخلوش هو هيكذب والكلام ده نعرفه ليه يعني وهما فهميني كويس ده طبعا الكلام الكتير اللي على الفضة مش عايزين برضو نتكلم فيه هنا بقى تعليمات انا ما قلتاش المرة اللي فاتت اللي هما بيقولوها يعني تعليمات واحد استخدم الاسلوب الخاص بك لجلب حالة استرخاء من الوعي طبعا كل واحد زي ما انا قلت او كل مجموعة لها افكار معينة اتنين حدد نياتك في استخدامها زي التأمل كأداء لجلب النور الى نظام المالي العالمي عشان بس محدش يقول لي لا احنا الناس دي كلها مؤمنة بالله وكلامه. طب ما تطلب من ربنا صحانه وتعالى اداة ايه وجلب نور ايه وكلام ده نركز في النقطة دي شوية تصور عمودا من الضوء الابيض اللامع على المنبسق من الشمس المركزية الكونية من الشمس المركزية الكونية ثم يتم توزيعه الى الشموس المركزية في جميع المجرات في هزا الكون ثم تصور ان هذا الضوء الذي يدخل عبر شمس سيريوس شمس مجراتنا المركزية ثم يمر عبر مجراتنا ثم يدخل نظامنا الشمسي ويمر بكافة كائنات الكون داخل نظامنا الشمسي ثم يعبر جميع الكائنات على كوكب الأرض وأيضا من خلال جسمك إلى مركز الأرض عمود نور ويجي من الشمس المركزية يروح للشموس التانية ويدخل في الكائنات النورانية ولا معرفش الكائنات النور بعد كده يدخل في جميع الكائنات على كوكب الأرض وبعدين يدخل من خلال جسمك إيه الكلام ده يعني هل دي امور عادية بيقولها يعني الناس اصحاب العقائد ايا كانت بقى سواء مسلمين او غير مسلمين هنا في اربعة بقى وكلام يعني وبعد كده التعليقات بتاعتهم ودي التحية اللي بقولكوا عليها يعني رسمين هيحطنا في الاموشن وبعدين بيقولوا لبعض التحية التانية اللي هي نمستية نمستية دي دوروا عليها كده هتلاقيها اصولها هندية وخاصة بالهنود مش عابداتهم والكلام ده ده ملاش دخل بينا خالص يعني من ضمن التعليقات انا مش عايز اعرض التعليقات كتير يعني ملناش دخل بيها لكن هنا يعني واحد بيقول هذا التاريخ له صدى معين باسم الالهة والخالق العظيم يعني ده يفسر لكم الكلمتين اللي انا قلته لكم المرة اللي فاتت عشان تبحثوا انتوا عن الامور دي ان هما بيعتبروا ان فيه اله اولاني و اله تاني و اله طيب و اله شرير انا محبتش اوضح في الامور دي لان انا ما بحبش انطقة كتير يعني فادي باسم الالهة والخالق العظيم ده تسموه ايه ومين الالهة ومين الخالق العظيم طبعا في اللي احنا قلنا ده مش هتلاقوا الامور اللي بتدل على المخالفات الشرعية كمسلمين او كاي عقيدة تانية يعني لكن دلوقتي بقى هنبتدي نشوف ونسمع الفيديوهات اللي هما بيقولوا فيها ان احنا روحانيين لكن دي اعمال سحر يعني اعمال سحر وواضحة يعني واللي ما بيفهمش في السحر يسأل يعني اللي ما بيفهمش في انواع السحر والكلام ده كعلم يسأل ويشوف السحر ورايب من اللي هما بيقولوا الا لا وقبل معرض الكلام ده جماعة هربض بسرعة على الناس اللي اتهمتنا ان ماينفعش نتكلم في الامور دي لان دي خزعبلات وشعوازة وماينفعش ننشرها طيب هل انت شايف شفت الفيديو لغاية الاخر وشفت احنا قلنا ايه احنا وضحنا الامور دي بسرعة وقلنا ان فيه طاقة سلبية شيطانية كبيرة جدا عكس الطاقة الامانية هتكون من ملايين الناس بتركيز اوي في اليوم ده كونها بقى تأثر على كونها لم تأثرش لا بتأثر وبتأثر باذن ربنا سبحانه وتعالى يعني كل اللي انت شايفه في الدنيا ده بيعدي من تحت اذن ربنا لا طبعا يعني كله ليه تأثير في الكون وباذن ربنا سبحانه وتعالى لان ربنا بيسبهم يضغوا حتى اذا تمسكهم لا يفلتهم فده لازم يحصل وبعد كده فيه العقاب والحساب ده يوم القيامة انت مش هتحسب الناس النهاردة واللي بيطلع يولحد او اللي بيطلع يسبه ربنا سبحانه وتعالى ما ربنا قادر يخصف به الارض في ساعته فما تقولش ان الكلام ده احنا ما نجيبش سرطه احنا بنقول للناس وبنحذرهم من الشر عشان يتقوهم وفي نفس الوقت انا بالنسبة لي ما بتهمش كل الناس الاغلبية ما عندهمش فكرة مضحوك عليهم من الناس الكبيرة اللي بتعمل فعلا اصحار قوية وبتخلي دول يشتغلوا معاهم في نفس الامر بجهل والدليل على كده ان جات لبعض التعليقات من الناس قالت احنا والله بنتبع الابراج وبنعمل كذا وهل الكلام ده غلط فعلا قلت لهم انه غلط فقالوا ربنا يتوب علينا وان شاء الله مش هنعمل الكلام ده تاني فانت حضرتك ما تجيش تقول لي ان دي خزعبلات وملهاش لازمة هزبط لك بقى الكلام ده ليه لازمة ولا لا الناس دي لما بتتعامل مع الشيطان ومع الجن العاصي طبعا لان طبعا فيه جن طاقي وبيعبد ربنا حق عبادته فبكل بساطة انا برد على حضرتك اللي انت اتهمتنا وبتقول ان دي خرافات السحر مذكور في القرآن ومعروف تأثيره يبقى السحر موجود ربنا سبحانه وتعالى لما بنذكره الملايكة بتقرب مننا وبيعمل طاقة ايمانية اللي هي بتسمى طاقة ايجابية وبيدي هدوء كده ومحبة ونشاط وراحة نفسية بتأثر في اللي بيقرأ او اللي بيقول اسكار وبتأثر في المحيط اللي حواليه وده طبعا اكيد موجود ومذكور مش بدعة برضو زي ما حضرتكم بتقولوا فالعكس برضو صحيح لانك انت انا وانت وكلنا في الدنيا احنا مش في الجنة وهديلك بعض الامثل عشان تفهم وياريت علشان نفهم ننقي قلبنا من الحقد ومن الغل ومن الحسد ومن الكبر اللي جواه علشان نقدر نستوعب الخير او اللي احنا مش فاهمينه الازان لما بيأزن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان الشيطان بيولي يعني بيهرب بيهرب من ايه بيهرب من صوت الازان لان صوت الازان بيعمل طاقة ايمانية قوية فما بيتحملهش الشيطان فبيهرب زي مثلا قصة الاعرابي اللي كان بيقرأ صورة الكهف وكان بيلاحظ كلما يجي يقرأ الى ايه سحابة تقرب من الفرس بتاعه فالفرس ينفر منها فرح حكى للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله كلما اقرأ السحابة تقرب من الفرس فينفر منها اسكت فتبعد فيهدى شوية فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له تلك السكينة تنزلت للقرآن فالسكينة بتتنزل للقرآن والعكس بيحصل مع قلة الايمان وازدياد الاعمال الشر ورد كمان في رواية تانية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألم ترى ثابت ابن قيس لم تزل داره البارحة تزهر بمصابيح قال النبي عليه الصلاة والسلام فلعله قرأ سورة البقرة علشان كده جماعة احنا قلنا ما قلناش اي حاجة غير ان احنا هنقيم الليل ونصلي الفجر ونقرأ سورة البقرة ونستغفر ونتوب الى الله سبحانه وتعالى ونقرأ الاسكار الصباح ونعمل الكلام ده تانيو وقلنا لعله ان ده دافع خير يخلينا نستمر على الاعمال دي لان الاعمال دي دي طبيعة المسلم في حياته لغاية ما يموت وقلنا نعمل الكلام ده اليوم ده عشان نعمل طاقة ايمانية ونبقى عدد كبير وايجابية نتصدى بيها لاي اعمال تأثر على البشرية كلها سواء مسلمين او غير مسلمين وللأسف طبعا دخلت ناس تقولي انك انت بتعمل الكلام ده بدعة وده مشوارد في الاسلام يعني بدعة ايه يعني لما اقولك صلي الفجر وقيم الليل وقرأ سورة البقرة وقول اسكار الصباح والمساء المفروض ده الطبيعي بتاعك تقولي انت بتخصص يوم لعبادة يعني لما اقولك قيم الليل النهاردة يبقى انا خصصت النهاردة للعبادة لما اقولك صلي الفجر النهاردة وبكرة فانا بقولك ما تصليش بعد بكرة فجماعة خلي التعليقات فيها عقل شوية المهم وبرضو جماعة عشان تفهموا برضو الناس اللي بتعلق التعليقات القوية دي لما بدخل عليهم يعني للأسف يا اما بلاقيهم غير مسلمين او اشتراكاتهم في القنوات واللايكات اللي عاملينها على الفيديوهات بتاعتهم يعني ما شاء الله تدل على توجهاتهم وفكرهم وهو داخل يكلمنا في الدين فمعظمها بتتبقى موجهة لغرض معين او التعليقات معظمها برضو من الناس اللي هم بيطلقوا على نفسهم روحانيين وزعلوا ان احنا طبعا كشفنا امرهم طيب ندخل بقى على اول فيديوهات نشوف هنا دي بتقول ايه وانا طبعا يعني مش هظهر هي مين ولكن هتسمعوها وهنشوف بتعمل ايه بالزبط ونصحت يتعامل ايه يوم 11 11 وحتى العنوان بتاع الفيديو بيقول ده الباب الطاقي لحكم العالم العام القادم اللي هو 2020 نركز اوي في الموضوع ده واللي مش عارف ايه اللي بيتخططله يسأل مفيش مشكلة وممكن نحاول نعمل حلقات في وسط حلقات الفيديوهات بتاعتنا لان طبعا انتو عارفين مش ده توجه القناة ولكن لازم برضو كنا نذكر الامر ده لانه الفترة دي قوي شوية الاساليب دي يا جماعة زي ما انتو شايفين كده اللي هي بتقوله كتبة 11 11 2019 وبتبتدي تعمل لهم زي حسابات كده وتفهمهم ان الكلام ده كل رقم بيدل على شيء معين زي ما انتو شايفين اهو بتحسب 15 و23 و2000 والكلام ده وفي الاخر بيدل على كده وكل رقم بيدلوا معنى معين طبعا هي بتشرح بكل وضوح بتقول بقى كمان يوم 11 11 هنجيب ورقة زي ما انتو شايفين كده ونكتب فيها ايه من جوة ونطبقها على كزا تطبيقة بطريقة معينة ونحط ونكتب من برر نحية اليمين رقم كزا ورقم كزا وبعدين نطبقها ونحطها مش عارف في مكان معين اه الكلام ده الناس اللي عارفة الاعمال وعارفة الاسحار وقارت عنها طبعا ما قصدش اللي بيعملوها فاهمين الكلام ده اه معناه ايه لكن انا هفترض حسن النية في اللي بتتكلم دي واللي بيتابعوها وغيرهم يعني هفترض حسن النية بنسبة كبيرة لان هم احتمال يكونوا فاكرين ان ده علم فعلا من العلوم وما مالوش دخل بالسحر والكلام ده لكن يا جماعة فين بقى اذا سألك عبادي عني فاني قريب ويجيبوا دعوة الداء فين الكلام ده يعني انتو سبتوا كل حاجة وراحين بقى للشمس وراحين للارقام وراحين الكلام ده كله علم ايه لا ده مش علم خلص وزي ما قلتلكم الاساس الكبار بتوعهم عارفين بيعملوا ايه ولكن الامور مش بتستدعي الخوف احنا بنقول طول ما انت بتصلي محافظ على اسكارك قدر المستطاع ولو حتى بتستغفر ربنا سبحانه وتعالى او بتسبح عشر مرات في اليوم لو قرأت اية واحدة في اليوم من كتاب الله سبحانه وتعالى فالله خير حافظا وهو ارحم الرحمن فكفاية عليك كده احنا مش بنقول نخاف لا احنا بنقول يا جماعة نبتدي نقرب من ربنا سبحانه وتعالى لان كل الاحداث من كل النواحي اصبحت خطيرة على البشرية وعلى المسلمين هنا كمان ده فيديو تاني نسمعه مع بعضه هي بتتكلم بقى المرضي بوضوح عن حاجة اسمها صندوق الصندوق الساحر وبتتكلم عن مؤلفة معروفة جدا اسمها استريكس تقريبا زي ما انتو شايفين كده في الفيديو نجيبه مع بعضه ونشوف بتقول فيه ايه بس لان اليوم الصادف اي داعش اي داعش وهي بوابة طاقية رائعة وهائلة جدا طبعا راح يكون فيه تأمل راح يشاركوا فيه آلاف الناس لا تفوتوا على نفسكم هاي الفرصة التأمل راح يكون اي داعش اي داعش بتوقيت يعني اي داعش اي داعش بتوقيت المنطقة اللي انت فيها ولا تفوتوا على نفسكم لان الفوائد رائعة وجبارة يكون البريك عندي الوقت اللي بكون معاهم فيه عمل التأمل واطلق النواية اللي بغيت اقول لكم ان اليوم فرصة ذهبية وهائلة انكم تسوي صندوق نواية صندوق النواية السحر صامي الصندوق السحر للنواية وصلنا صور عن الصندوق هذا وكلام حلو ان اهدافهم فعليا فعليا بدأت تتحقق ترى الفكرة مش في الصندوق الفكرة في الطاقة المركزة على الصندوق من كل الناس اللي هم شغالين في علم الطاقة وماشين فيه اللي هم بمئات الالف طبعا فلا تضيع على نفسكم هالفرصة انكم تستفيدوا من طاقة الجماعة التأمل ايضا ليش اوصيكم فيه علشانكم ما تضيع على نفسكم طاقة الجماعة طاقة الجماعة هائلة بيمكانها تسوي هنا ده فيديو تاني ليها بتقول ان دي 11-11 بوابة طاقية هائلة لا تفوتوها على انفسكم وبتشرح بقى ان هي يعني عملت قبل كده والحاجات دي واثرت في حياتها وتقاه هنا اسحب لتأمل 11-11 الكلام بقى غريب يعني والغريب بقى بعد كده ان هما بيقولوا النواية واطلب من ربنا طب دي يعني ايه طاقة المعجزات الايجابية ودخلها ايه بربنا سبحانه وتعالى وبيقولوا هذا الشهر المبارك يعني فين الشهر المبارك هنا زي ما تشاهدين ده مكتوب ايه 11-11 انوي بيحاول الله وقواتي والدف وقدراتي يعني بيدخلوا ربنا سبحانه وتعالى في الكلام ده كمان بان اسمح للتجلي لطاقة المعجزات الايجابية بكافة اشكالها بان تتحد وتدخل مع تسخيرات الله الكونية لي ولأحبتي في هذا الشهر المبارك الكلام ده مالوش اي اساس خالص غير فعلا في الشعوازة مالوش دخل خالص في الاسلام مالوش دخل بديننا خالص الكلام ده طيب نشوف هنا مكتوب يعني كويس انه هو مكتوب هنا بتقول لي اه كذا انا وكذا كذا للتجلي المعجزات الايجابية المهم اه تدخل في تسخيرات الله الكونية وبتذكر اسم ربنا في الكلام كمان لكن بتقول هذا الشهر المبارك ايه هو الشهر المبارك يعني شهر 11 11 ستمبر ده شهر المبارك ليه ده تاريخ المسلمين ده مالوش دخل بالمسلمين خالص الشهور الفرنجية دي مالقاش دخل بينا يعني الشهر المبارك ده شهر رجب مثلا شعبان رمضان محرم اي شهر من الشهور العربي مال شهر 11 بالشهر المبارك مبارك بالمسلمين ولا بالكواكب ولا بالشيطان ولا بايه بالظبط خلاص انت جاهز فقط تقرأ هذه القصصات الورقة اللي اي انت خليتها فيه بستشعر تستشعرها وتشوف انها يعني خلاص تحققت وانا انت بالنسبة لك عادة الحين خلاص بتشوف اهداف اخرى غير هذه ممكن اتعملوا اداشر شيء يشعركم بالامتنان او اداشر شيء تتكلموا عنه في هذا اليوم مثلا اداشر صفة فيك انت ممتنها اداشر شيء انت ممتنها في حياتك اداشر مثلا هدف تريد تحقيقه خلال هذه الفترة لحد نهاية السنة لكل شخص واعي اليوم هي فرصتك لتثبت للكون انك جاد لو تثبت لطاقتك انك جاد في تحسينها وتطويرها لو تثبت للكون وتمتن للارض عن طريق رفع الوعي نحن نريد نوصل لأفضل الطرق وايسر الطرق علشان نحقق اهدافنا ونعيش الطريق ونعيش الحياة اللي احنا نستحقها نعيش النجاحات اللي احنا نستحقها نعيش الحياة المرفهة والسعيدة والكريمة والثرية والكل شيء اللي تتمتع بالوفرة في كل شيء في العلاقات في الحب في الحياة في الثراء في الاشياء المادية والاشياء المعنوية في كل شيء ندخل بقى على الفيديو التاني بتاعها اللي هو الخطير شوية اللي بيتكلم على الصندوق السحري لإسترهيكس قدامناهم واللي عايز يعرف مين إسترهيكس والمؤلفاتها والقصص دي كلها يدخل ويبحث ولكن من الأفضل أنك تبعد عن الأمور دي سأل خير شخباركم مثل ما اتفقنا اليوم بكلمكم عن الصندوق السحري لإسترهيكس أو اللي اسمه كرييشن بوكس طبعا تختلف المسميات المهم أنك أنت تؤمن بالفكرة باس على وشك إنه يبدأ فسويت على السريع وحطيت هنا نواية وايد وأنا يعني عشان أكون صادقة أنا ما فتحت هذا البوكس أبدا أبدا لأنه يعني قيمته أنك أنت يعني قيمته تضاعف لما أنت ما تتدخل فيه وتفتح كل شوية كل شوية يقولوا أنه أنت لازم تحط هنا مثل يعني الفتحة علشان لو حبيت تضيف هدف بعد هدف الفكرة الفكرة أنه أنت كل أهدافك تكتبها في قصاصات وتدخلها في هذا الصندوق أو أنك أنت إذا إنسان بصري أو أنك أنت أصلا حتى تحب أن تكون هذا الأشياء بصرية بدل ما تكون كتابية يعني تقص صور تمثل أهدافك مثلا تريد السيارة الفلانية الموديل الفلاني تروح تنزل صورتها من النت وتقصها وتدخلها في هذا البوكس وهكذا قص عليه كل الأهداف اللي عندك تصير طاقتك كلها تتوجه نحو الأهداف اللي موجودة في هذا الصندوق شي واضح فطاقتك تنتقل للكون على طول بسهولة وبيسر ما يكون في عندك تردد الحين تكتب هنا بخط بارز العبارة اللي بحطها الحين يعني أو حتى بالعربي أي شي موجود داخل هذا الصندوق فليه تحقق ولازم يكون الكتابة باللون الأحمر حطوا بالكم والناس اللي بتستخدم الستيكيز داخل الصندوق الستيكيز لازم تكون صفرة والكتابة بالقلم الأحمر ليش لأن هاللونين مع بعض يساعدوا في تجلي الأهداف ينحفروا في العقل الباطن وهذا مشكلة من هذا كل حد جربه أيضا الصندوق ممكن تسميه بالطريقة لتناسبك إذا أنت شخص تحب الفرنسية مثل مثل يعني التونسيين المغربيين الجزائريين عادي حتى تكتبوا بالفرنسي كل شيء عادي المهم اللغة الأقرب لقلبكم ممكن تسمي صندوق تجلي السحر ممكن تسمي مينتل بوكس ممكن تسمي كرييشن بوكس أنت حفظ التسمية المهم أنك أنت تطبق اللي ذكرناه علشان تتجلي الأهداف طيب الحين الحين ترى السحر ما في البوكس هذا السحر في نيتك أنت السحر في قوتك أنت يعني ذا البوكس ما راح يحقق إذا أنت ما مقتنع ولأن يعني عدد هائل من الناس حوالين العالم يطبق ذا الفكرة فأنت شابك مع طاقات يعني آلاف الناس ربما يكونوا حتى ملايين فلا تضيع على نفسك الفرصة لتجلي أهدافك طاقة الجماعة دائما تكون الأهداف فيها محققة بشكل أسرع وفي علم الطاقة على فكرة واحد زايد واحد يساوي يدعش ما يساوي اثنين إيش يعني يدعش؟ يعني أنت تخيل أعداد الناس المشاركين في هذا الصندوق وصلت الفكرة شفتوا كيف القوة بتكون؟ قوة جماعية هائلة وأنا أقولكم قبل لأفتح ذا البوكس أنا على حسب اللي أذكر ذكرت شي أيضا يعني على من هنا من تحت البوكس تكتب حققها الله باركها الله شاء الله واشبك مع الناس وحط النية أن أهدافك اللي في الصندوق تتجلى مع كل نواية الناس الآخرين يعني اطلب لنفسك وللآخرين عشان الله سبحانه وتعالى يبارك لك ويعطيك كل ما تتمنى وزيادة بعد الصندوق السحري ترافع لنسحري جربوا وطبقوا واللي يطبق يرسل لي صورة زي ما سمعنا كده بتتكلم على الصندوق السحري والورقة تتكتب بطريقة معينة وتتحطوا جواه وبتقول كمان يعني أن هو يعني المفروض أن احنا ما نفتحوش عشان لو فتحناها هيحصل كذا والغريب بقى أن هو متسمي الصندوق السحري يعني الاسم واضح جدا طب ما تسموه حاجة تاني يعني ده نوع من الجرأة ويمكن ربنا سبحانه وتعالى بيوضح للناس اللي عايزة تفهم ايش معنى سحري ولكن هو عشان المسمى كده الخاص بالمؤلفة دي فما يقدروش يخلفوه طبعا الكلام ده كان 2018 يعني الأمور دي متكررة في نفس التاريخ اللي هو 11 11 وبرضو فيه تواريخ تانية اللي بيبقى فيها تشابه يعني هنا بيقولوا ايه بقى اي شيء داخل هذا الصندوق يتحقق بإذن الله يعني الكلام ده هم فاهمينه ازاي انا مش قادر استوعد مال ربنا سبحانه وتعالى بالصندوق السحري وتكتب فيه ورقة وتطبقها بطريقة معينة وتكتب فيها حاجات وتحطها وترجع تقولي بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى مش مستني صندوق وتسميش صندوق سحري وتقفله وتقولي بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يعني قال لنا ادعوني استجب لكم بس تقرب لربنا بالصدقة تقرب بالأعمال الصالحة لكن ما تجيب ليش صندوق وتعمل لي شوية مؤلفات بتاعت ناس مش مسلمين أساسا وتقولي صندوق السحري وتربطه بالكواكب وتربطه بأيام معينة الكلام ده ملوش دخل غير بالسحر وبالشعوزة طيب هنا نقف كمان نشوف ايه بتقول ايه وكاتبة هنا ايه تحت البوكس اكتبوا حققها الله باركها الله شاء الله الكلام ده هتهولي موجود في اي كتاب حتى من الكتب الشعوزة نفسها مش هتلاو الكلام ده مكتوب خالص ايه حققها الله باركها الله شاء الله ايه الكلام ده جبتوه من ايه طب ده من تأليفها هي ولا من تأليف استرهيكس مثلا ده تعليق جميل برضو عشان نعرف نوعية الناس اللي بتكذب الحاجات دي ونعرف اللي ضدنا مين واحد بيقول انقذوا البشرية من محمد وقرآنه الفاسد من ثمارهم تعرفونهم طبعا التعليق ده مش محتاجة علق عليه هنا طبعا الاخ ده شايفين صورته عاملة ازاي؟ بيقول راجل كذاب وشغل نصب على الجهلاء هو فيه حد دخل في علم ربنا انا معرفش هو بيقول الكلام ده يعني علم ربنا ايه دخل علم ربنا احنا دخلنا في علم ربنا في ايه؟ احنا بنقول كلام موسق هم موسقين وبنحذر الناس منه انا مش شايف انت بتعلق كده والتعليق يعني الفيديو تعبك قوي حاطت تلات تعليقات ورا بعض بالطريقة دي قادي التعليقات ونوعياتها اللي بتجنب واحد هنا بيقول البوابة القادمة ستقضي على غفاء السيل في المشرق ونهاية الجهل حد هنا بيقول دي بوابة طاقية لعام 2020 ملهاش علاقة بكل الكلام ده حضرتك ولما تتكلم تاني نزل لنا الوفائق يا مكتوبة يا مرئية ثم ان الفضع دو الشيطان كيف هيجمعوها بالعقل طيب بلاش تحريف فهو تقريبا انت عايز تكتب تخريف ما جاتش معك صح دي نجيبتلك الوسائق والدلائل وهتشوف كمان الفيديوهات اللي هنسبها في التعليق والرابط اللي حطها على الفيسبوك اللي هتأكد كلامي اكتر واكتر وفي فيديو بقى تالت ان شاء الله علشان ننهي بيه بقى الكلام في الامر ده ونرجع لمواضيعنا تاني اللي في القناة بنتكلم فيها فيديو هيكون مفاجأة قوية جدا محدش هيتخيلها ومش انا اللي هتكلم في الموضوع ده هيتكلم حد عاصر الامر ده وكان معاهم وهم بيعملوه السحر بقى الاصلي في الايام دي ومش هفصر كتير عشان خطر ما احرقش الفيديو فاستنوا الفيديو اللي هتسمعه من حد تاني مش مني هنا تعليق برضو جميل قوي بيثبت ان احنا بنتكلم صح باسم نادة علي 11 11 هذا يوم اطلب امنية من الكون بتتحقق ان شاء الله يعني اطلب امنية من الكون بتتحقق ان شاء الله هذا رقم ملائكي رقم ملائكي يعني دخلوا في علم الملائكة كمان الساعة 11 11 اما باقي الكلام وهم ما باقي كلامي وهمي يعني وهو بس من من الاف السنين مر 11 11 وما صار شيء لا سحر ولا خزعبلات اما الطاقة السلبية هي من افكارك اتحكم بافكارك تتغير حياتك ده دي واحدة منهم ده الاستاذ العالم الجهبز اسمه خالد العمري اللي قلتلكم عليه من شوية بيقول كلام فاضي وهذه بدعة ان يخصص يوم لم يذكره الله ولا رسوله بالعبادة عما سواه نخاف من الله فقط يعني ما شاء الله يعني انا عشان خطر اقول للناس زي ما قلتلكم تصلوا الفجر وتقروا صورة البقرة وتقولوا اسكر الصباح والمساء للمفروض تتعامل كل يوم الاخ خلاها بدعة بعد طبعا ما شفنا الكلام ده كله انا قلت يا جماعة والله فعلا مش هيكفيني ساعات لو حبيت افسر كل الامور دي واضحها وزي ما انتوا عارفين طبعا ان ده مش موضيع القناة عندنا المعموما يعني ولكن ليهم امر المسلمين بنتكلم فيه وده اقل شي اقدر اقدمه للناس ان احنا نحصن نفسنا في اليوم ده الي احنا قلنا عليه عجم 11 11 والحمد لله رب العالمين واصل الفيديو لملايين من الناس وقدرنا ان نعمل طاقة ايجابية الحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين اليوم ده الطاقة الايجابية اه احنا نشرناها بقدر الامكان وأي حد أنا ببشره أي حد شارك الفيديو أو عمل لايك أو عمل تعليق كويس أو حتى بنيته إن هو نفذ معنا الكلام ده هياخد أجر الملايين الناس اللي عملت عبادات اليوم ده حتى لو قالت سبحان الله والحمد لله رب العالمين عدت على خير وربنا تقبل منا جميعا أعمالنا الصالحة سواء اللي كانت يوم 11 11 أو قبليها أو بعديها وربنا سبحانه وتعالى يدينا جميع الأجور اللي حصلت اليوم ده لأننا كلنا شاركنا فيها إن شاء الله وفي نهاية الفيديو ما تنسوش الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة